هذا سبب من أسباب انتشار العمالة الأجنبية الغير مرقصة في العراق يفترض كل فيزة تمنح كل فيزة تمنح لمقيم داخل العراق تأخذ فيها موافقة بزارة العمل لأننا سنعرف هذا عامل لو مو عامل عامل كون يأتي يسجل حتى يشتغل قبال عراقي أما أنا أدي معلومات تفصيلية أدي عشرات الآلاف من السياح يدخلون للعراق سنويا عرب مو أجانب حتى تصير واضحة السياح عرب وين عندنا السياح هنا بس الزوار غير الزوار بالحقيقة هم يدخلون سياحة لكنهم يأتون في واقعهم يأقل فيزة شهر ويبقى هنا عامل وتعال عود لو تلزمه من فارز وزارة العمل أثناء التفتيش لو تلزمه من فارز وزارة الداخلية عندنا أزمة كبيرة مثلا عندنا من الأخوة السوريين أكثر من 300 ألف في بغداد دولي كلهم قادمين من كردستان بشكل غير قانوني دولي كلهم شايفينهم بالمطاعم بالفنادق دولي الشباب اللي يشتغلونه وخدمتهم كلش لطيفة وهو يمساعدين ساهمين في جمالية بغداد بس هم يقامتهم غير قانونية ويفترض أمام كل واحد من العثم يشتغل عامل عراقي وفقل قانون العمل بالناسبة اليوم أعتقدك حملة صارت بالمنصور على المطاعم نعم أولة البارحة قبل يوم أو يومين بخصوص لكن لحد الآن معايا الوزير الأرقام ربما تكون ضبابية فيما يخص أعداد العمال الحقيقي العمال الأجنبية الحقيقية في العراق هم مسجلين ذلك يا ربابي تقديراتنا حسب التقارير تجينا من بعض مفتشيننا وما يصل إلينا من 800 ألف إلى مليون عامل أجنبي نعم عربي وأجنبي هل قد الرواتب والأمالية تحصلوها تقريبا؟ سلويا تذيت مليارات الدولارات لأنه إذا قلنا مليون وإذا فرضنا كمعدل بالشهر 500 دولار طبعا أنك بعضهم يأخذ ألف وألفين طبعا العمالة بالشركة النفطية تختلف نقول 500 دولار يعني شهريا إحنا ندفع نصف مليار دولار يعني بسنويا ستة مليار دولار للعمال الأجنبية للعمال الأجنبية فهي أموال تحول الخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر